طيب النهاردة المركز الأرامي للأجلس الوزراء أصدر تقرير ضد سلسلة المركز بسميها أين كنا وأين أصبحنا وبيسلط الضوء على سياسات الحكومية المتعلقة بالتشغيل والبطالة وبيقول يعني أنه كان طبعا فيه تحديات في هذا الموضوع أولا بيشير طبعا الأممية المشروعات القونية في انتصاص قدر كبير من البطالة وبيقول كمان أنه توقعات برضو في النظرة الدولية لمعدل بطالة مستويات التشغيل التي تأثرت بشكل كبير جدا أثناء طبعا جائحة الكورونا البنك الدولي بيقول أنه بتوقع أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7% بحلول سنة 2023-2024 وبيقول أن الصدمة الأولية لجائحة كورونا على البطالة بدأت في الانحسار بتكلم هنا عالميا وأن المعدل البطالة بدأت ينخفض على مين إلى 7.2% ده بالنسبة لتوقعاتهم في الربع الأخي من 20-21-2022 بعد أنه كان وصل لي 13% بحلول عام 12-13 ده بالنسبة للمصر ده بالنسبة للمصر ده بالنسبة للمصر فده برضو التقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء طبعا هو التقرير بيشير إلى طبعا عندكم هتلاقوا إيه؟ الأرقام مختلفة وبنعرضها على حضراتكم مختلفة أنه تقريب مفصل وفيه نقطة كتير جدا طبعا عشان نلخصه محتاج وقت ولكن اللي يحب يتبع لكن أبرز أشياء بيقولوا أنه فيه نظرة تفاؤلية وإيجابية أنه معدلات البطالة هتنخفض معرفش مع الوضع الاقتصادي واستمرار سياسات التعويم هيكون تأثيرها عامل إزاي في الفترة القادمة